أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في هذه القصة السادسة من سورة الشعراء كذبت قوم لوط المرسلين يقول الله جل وعز مخبراً عن رسوله لوط ابن هاران ابن آزر عليه الصلاة والسلام وكان الله قد بعثه إلى أهل سدوم وذلك في حياة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ما هي قرابة لوط من إبراهيم هو ابن أخيه وكان قد آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى أرض الشام كما قال الله فآمن له لوط وكان هؤلاء القوم أهل سدوم مع شركهم بالله يأتون فاحشة لم يسبقوا إلى فعلها حيث يختارون نكاح الذكران المستقذر المستخبث ويرغبون عما خلق الله عز وجل لهم من أزواج وهذا دال على إسرافهم كما أخبر الله وصفهم الله بالمسرفين وصفهم بالمجرمين وصفهم بالمفسدين وصفهم بالمعتدين عليهم لعائن الله المتتابعة استمر لوط عليه الصلاة والسلام على نصعهم وتحذيرهم من بأس الله وعقوبته حتى قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين هددوه بنفي وإخراجه من البلد ومن معهم من المؤمنين يخرجونهم من القرية كما قال الله في سورة الأعراف وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم منأس يتطهرون ولهذا قال لوط إني لعملكم من القالين يعني من المبغضين له المحذرين منه الناهين عنه فأنا بريء منكم ومن عملكم ثم دعا ربه فقال رب نجني وأهلي مما يعملون يعني من عملهم الخبيث ومن العقوبة التي ستحل بهم فأجاب الله دعاءه ونجاه وأهل بيته فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين وهي امرأة لوط كما قال الله ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتها تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئاً وقيل ادخل النار مع الداخلين خانتاهما يعني بالكفر والشرك لا بالفاحشة قال ابن عباس ما زلت امرأة نبي قط فالله طهر فرش الأنبياء أن تزي نساؤهم إلا عجوزاً في الغابرين يعني في الباقين في العذاب ثم دمرنا الآخرين يعني أهلكناهم بالخسف والحاصب بالحجارة التي أمطروا بها قال تعالى وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين التدمير دمرنا هو الهلاك وذلك أنهم استؤصلوا بالخسف وإمطار الحجارة عليهم حيث نزلت عليهم من الجو وقلبت ديارهم جمع الله عز وجل عليهم عقوبة ما جمع على أمه من الأمم لخبثهم وفسادهم مع شركهم قال فساء مطر المنذرين ساء فعل ذنب بمعنى بئسة فساء يعني بئسة المنذرين تسجيل عليهم بأنهم أنذروا فلم ينتفعوا بهذه النذارة إن في ذلك الآية في قصتهم المعلومة للمشركين لعظة وعبرة فهم يعلمون هذه القصة ويردون على الديار يمرون بها كما قال تعالى وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وقال وَإِنَّهَا لَبِي سَبِيلٌ مُقِيمٌ وقال وَلَا قَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ النُشُورَةَ وَخَيْرُ مَا يُفَسَّرُ بِهِ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ نَفْسُهُ كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كانوا تنزيل برأسه كما قلت وفيها من الاعتبار ما في غيرها فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تختم بما ختمت به صاحبتها ولأن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس وكلما زاد ترديده كان أمكاً له في القلب وأرسخ في الفهم وأبعد من النسيان ولأن هذه القصص طرقت بها آذان فأعرضوا روجعت بالترديد والتكرير لعل أحداً ينتفع كما قال الله في سورة هود لما ذكر قصة قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد ولا شك أن فاحشة الفاحشة الكبرى فاحشة اللواط ويحزن الإنسان شد الحزن إذا علم أنها انتشرت بين أعداد من المسلمين اليوم ويفاحشة خبيثة قبيحة عقلاً وشرعاً وفيها من المفاسد على القلب وعلى البدن الشيء العظيم وقد أفاض العلامة الحافظ بن القيم رحمه الله في كتابه الفذ الداء والدواء اللي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي تكلم كلاماً جميلاً وبين قبح هذه الفاحشة وقال وفي اللواط من المفاسد ما يفوق الحصر والتعداد ولا أن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى في دبره فإنه يفسد فساداً لا يرجى له بعده صلاح أبداً ويذهب خيره كله وتمص الأرض ماء الحياة من وجهه فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه وتعمل نطفة الفاعل الفاسد ما يعمل السم في البدن وقد جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنة الترمذي أيضاً بسنة صحيح من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به يقول ابن القيم رحمه الله وأجمع الصحابة رضي الله عنهم فلم يختلف منهم رجلان أن من فعل الفاحشة اللوطية فإنه يقتل لم يختلف منهم رجلان وإنما اختلفوا في الكيفية التي يقتل بها فبعضهم قال إنه ينكس ويلقى من أعلى شاهك كما قال ابن عباس وبعضهم قال يحرق وبعضهم قال يرجم إلى آخره أما الصحابة فلم يختلف منهم رجلان في أن اللوطي يقتل وهذا هو أجمع الصحابة وهو ما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعول به إلى أن قال ابن القيم ولم يجئ عنه صلى الله عليه وسلم لعن الزاني ثلاث مرات في حديث واحد وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة وكرر لعن اللوطية وأكده ثلاث مرات وهذا يوجب الحذر والتحذير فعلى الآباء والأمهات وعلى المربين والمعلمين والمعلمات والدعاة إلى الله وأهل العلم عليهم أن يحذروا الشباب من هذه الفاحشة ومن أسبابها ويدلوهم على علاجها بعد وقوعها لأنه ثبت لدي من بعض الناصحين من رجال الحسبة أن بعض من كانوا يفعلون هذه الفاحشة اللوطية عافان الله وإياكم أنه لربما بلغ أحدهم الستين والسبعين من عمره وهو والعياذ بالله لا يزال يرضى لنفسه الذلة والخسة والدناء أنه يبحث عن أحد يفعل به هذه الفاحشة وقد أخبرني بعض رجال الحسبة أنهم وجدوا بعض كبار السن ممن نشأوا على هذا الفعل الخبيث يفعل بهم هذا والعياذ بالله هذه الفاحشة وربما بذل أحدهم نعوذ بالله من انتكاس الفطر مبلغا لأحد لأن يفعل به لأنه نشأ على هذه الفاحشة القبيحة نسأل الله العفو والسلامة ثم قال الله وتبارك وتعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون الأيكة أصرها الشجر الملتف وهي واحدة الأيكة وأصحاب الأيكة هل هم أصحاب مدين أم يختلفون هم أصحاب مدين هذا مما وقع فيه الخلاف بين المفسرين ولهذا قال بعض المفسرين كان شعيب عليه السلام من أهل مدين فلذلك جاءوا إلى مدين أخاهم شعيبا ولم يكن من أهل الأيكة فلذلك قال ها هنا إذ قالهم شعيب ألا تتقون وقيل إن أصحاب الأيكة هم أهل البادية وأصحاب مدين هم أهل الحاضرة ومعلوم أن أهل البادية ما يبعث فيهم رسول فانتدب شعيب من أهل مدين لأصحاب البادية لهم أصحاب الأيكة قال قتادة وابن زيد أرسل الله شعيب الرسول إلى قوم أهل المدين وإلى أهل البادية لهم أصحاب الأيكة كما نقله القرطبي في تفسيره وقال قتادة بعث الله شعيبا إلى أمتين أصحاب الأيكة وأصحاب مدين فأهلك الله أصحاب الأيكة بالظلة وأصحاب مدين صاحبهم جبريل صيحة واحدة فهلكوا جميعا ذكره القرطبي في التفسير لكن أبى ذلك الحافظ بن كثير قال والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء ولهذا وعظ هؤلاء وأمروا بالوفاء وفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء فدل ذلك على أنهم أمة واحدة ومثل ذلك قال الطبري قال أصحاب مدين أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين فيما ذكر يقوله الحافظ محمد بن جليل الطبري المهم أصحاب الأيكة أين ديارهم؟ أصحاب الأيكة هم أهل مدين إذن نمشي على القول الراجح أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة على الراجح من أقوان المفسريين وكانوا في أطراف بلاد الشام مما يلي الحجاز يعني قريب من تبوك وكانوا بعد هلاك قوم لوط بزمن ليس ببعيد كما أن أرضهم أيضا كانت قريبة من قرى قوم لوط ولهذا قال لهم شعيب كما في سرة هود وما قوم لوط منكم ببعيد وما قوم لوط منكم ببعيد وشعيب عليه الصلاة والسلام هو خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه ومناقشته لهم يسمونه العلماء خطيب الأنبياء وقد بسط الله مراجعته لقومه في سورة الأعراف وفي سورة هود وقال طيب هنا لماذا إذا كان إذا كان أصحاب الأيكة هم أصحاب شعيب لماذا ما قال لهم أخوهم شعيب نعم يعني ممكن لكن نعم أحسنت نعم لأنه هنا نسب إلى عبادة الأيكة وهي شجرة ولهذا نزه شعيب أن يقول أخوهم وله منهم من بلاده في سورة الأعراف في سورة الأعراف وإلى مدينة أخوهم شعيب لكن هنا ما قال لأنه في سورة الأعراف ما ذكر الله عبادته من الأيكة للشجرة لكن في الشعارة ذكرها قال كذب أصحاب الأيكة أصحاب الشجرة هذه اللي يعبدون الشجرة المرسلين قال لهم شعيب نزه يذكره يقرنه معهم يقول أخوهم مع أنهم نسيبوا إلى عبادة الشجرة عبادة الأيكة هذه الشجرة ألا تتقون تتقون الله وتتركون ما يسخطه ويغضبه من الكفر والمعاصي وكانوا مع شركهم يبخسون المكايل والموازين مع قطعهم للطريق وأذاهم للمرة ولهذا قال أوفوا الكيلة ولا تكونوا من المخسرين أتموه لا تكونوا من الناقصين للكيل والوزن كان بعض السلف يحذر يقول يحذر بعض يمر بالباعة بهذه السوق يقول انتبهوا للموازين والمكايل فإن الله أهلك أمة بسبب هذا الأمر وزنوا بالقصطاص المستقيم القصطاص هو الميزان القصطاص هو الميزان يعني بالميزان العادل السوي الذي لا يميل ولا تبخسوا الناس أشياءهم البخس النقص يعني لا تنقصوا الناس حقوقهم وأموال التي لهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني لا تمشوا في الأرض بظلم الناس في معصية الله كما في الأرض الأخرى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبونا عوجا هذه فيها قراءات بس أني أعرضت عنها لأنه سيطول بين المقام الصحاء كذب أصحاب ليكة المرسلين ليكة بعدما يقول الأيكة فيها وذكر مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الكشف عن وجوه القراءات ذكر الأوجه والكتابة وطول في هذا الموضوع ممكن ترجع إليه كذب أصحاب ليكة المرسلين كذب أصحاب ليكة المرسلين كذب أصحاب أصحاب الأيكة المرسلين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يعني اتقوا الذي خلقكم وخلق من تقدمكم من الخليقة اتقوا الذي خلقكم وذوي الجبلة الأولين وهم من تقدمهم من الخليقة والموت يعني سينزل بأهل الجبلة يعني بالخليقة تقول الجبلة يعني الخلائق المتقدمين فشعيب عليه السلام يقول اتقوا الذي خلقكم والأمم التي تقدمتكم قبل والجبلة الأولين يخوفهم شعيب عليه السلام من بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأولين كما قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين هنا قال شعيب واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ردوا على شعيب مكذبين له قالوا لشعيب عليه السلام إنما أنت من المسحرين وهذا نفس جواب قوم نفس جواب ثمود لأن قوم صالح نفس جوابه تشابهت قلوب الكافرين الجواب هو الجواب يعني من المسحرين الذين يهدون بكلام لا يفيد وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا كل الأقوام كل الأقوام يحتجون به قال الله ما منع الناس أن يؤمنوا جاء ملودا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبدوا أباؤنا أتواصوا به بل هم قوم طاغون فيقولون أنت نظنك من الكاذبين فيما تدعم النبوة فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين هذا أمر تعجيز هذا أمر تعجيز يعني هم الآن يقولون لشعيب أسقط علينا جانبا وقطعا من السماء إن كنت صادقا فيما تزعم أنك رسلت به فكان جواب شعيب عليه السلام إسناد الأمر إلى الله فهو العالم بما يستحقونه من عذاب أما هو عليه السلام فهو ما عليه إلا البلاء قال ربي أعلم بما تعملون إليه الحكم وإليه يرجع الأمر كله إن شاء ينزل عليكم عذابا وأنتم تستحقون العذاب أنزل أما أنا فما عليه إلا البلاء قال الله فكذبوه يعني صار التكذيب سجية لهم صار التكذيب سجية لهم فأخذهم عذاب يوم الظلة أخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم الظلة الظلة هي السحابة التي أرسل الله عز وجل عليهم منها نارا فاحترقوا وهذا من جنس ما سألوا من إسقاط الكسف عليهم هم طلبوا 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 أن ينزل عليهم قطع من السماء فهذا من جنس ما سألوا من إسقاط الكسف عليهم قال المفسرون أصابهم حر شديد جدا ثم أقبلت إليهم سحابة أضلتهم فجعلوا ينطلقون إليها يستضلون يستضلون تحتها من شدة الحر فلما اجتمعوا تكاملوا أرسل الله عليهم منها شررا من نار ولهبا ووهجا عظيما ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ولهذا قال فأخذهم عذاب يوم الضلة إنه كان عذاب يوم عظيم اجتمعت عليهم الأمور هذه كلها السحابة امطرت عليهم نارا وشررا ولهبا ووهجا والأرض رجفت بهم والصيحة العظيمة أزهقت أرواحهم إنه كان عذاب يوم عظيم قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق ذكر الله جل وعلا قصة إهلاك أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه الصلاة والسلام في ثلاثة مواطن من القرآن كل موطن ذكره الله جل جلاله بصفة تناسب ذلك السياق ففي سورة الأعراف ذكر الله عز وجل أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الرجفة في الأعراف وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترى إلا على الله كذبا ننعدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علماً ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فالرجفة أخذتهم في الأعراف لأنهم أرجفوا بنبي الله شعيب ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة أرجفوا به قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا فأرجفوا به فأخذتهم الرجفة هذا في سورة الأعراف أما في سورة هود فقال الله وأخذت الذين ظلموا الصيحة وذلك لأنهم استهزأوا بنبي الله شعيب عليه السلام في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء بنبي الله شعيب فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم قال الله وأخذت الذين ظلموا الصيحة هذا في هود وأما في سورة الشعراء هنا قالوا هم لشعيب فأسقط علينا كسفا من السماء قالوا على وجه التعنت والعناد فناسب أن يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه قال الله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم قال الله تعالى في ختام سورة الشعراء بعد أن ذكر قصص الأقوام وكان في مطلع هذه السورة الكريمة التنويه بالقرآن الكريم وبيان منزلته تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين ويأتي في الختام قول الله تبارك وتعالى عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين فيقول الله تبارك وتعالى في ختام السورة مخبرا عن القرآن العظيم ومنوها بشأنه وإنه أي القرآن الذي تقدم ذكره والتنويه بشأنه لتنزيل رب العالمين هذا القرآن الذي اختاره الله أن يكون معجزة لسيد المرسلين لتنزيل رب العالمين تنزيل نستفيد منها إثبات علو الله وإثبات أن القرآن منزل غير مخلوق كلام الله منزل غير مخلوق وإنه لتنزيل رب العالمين هذا تعظيم للقرآن وشدة اهتمام به فقد نزل من الله جل وعلا لا من غيره وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم رب العالمين خالقهم نزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم وهو الروح قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها وقال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وقد نقل الإجماع على أن المراد بقول نزل به الروح أنه جبريل نقل إجماع المفسرين على ذلك قولاً واحداً على قلبك إشارة إلى حفظه صلى الله عليه وسلم بالقرآن لأن القلب هو اللي يحفظ وقد تكفل الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه يعني علينا أن نجمعه في صدك على قلبك لتكون من المنذرين أن يتلوه عليك فيعيه قلبك وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة يريد أن يحفظ القرآن بسرعة فإذا نزل جبريل وقرأ يقرأ معه فأمره الله أن إذا قرأ جبريل يستمع ينصد فإذا ذهب من عنده جبريل قرأه كما سمعه من جبريل قرأه كما سمعه من جبريل نزل به الروح الأمين وهو أمين على الوحي كما قال الله سبحانه وتعالى مطاع ثم يعني هناك في السماء مطاع ثم أمين بلسان عربي مبين أي أنزلناه إليك بلسانك العربي الفصيح الذي هو أفضل الألسنة أي أنزلناه إليك بلسانك العربي الفصيح الذي هو أفضل الألسنة بلغة من بعث إليهم كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليكون ذلك قاطعاً للعذر مقيماً للحجة دليلاً إلى المحجة قد رد الله شبه المشركين قال الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقال جل وعلا في سورة فُصِّلت أعجمي وعربي قال قبل ذلك ولو جعلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا لولا فُصِّلت آياته أعجمي وعربي حتى إنهم كانوا من شبهاتهم وقاوينهم العجيبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عند شاب الرومي عند الصفا يجلس عنده أحياناً فقالوا هذا الرومي هو اللي أعطاه القرآن هذا سبحان الله قال الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ثم قال الله إن الذين لا يؤمنون بآية الله لا يهديهم الله ولهم عذاب الأليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآية الله وأولئك هم الكاذبون كلامه كذب بلسان عربي مبين وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل في هذا القرآن العظيم فهو أفضل الكتب نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق على أفضل مضغة فيه وهي قلبه على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها ولسان العربي سبحان الله يعني اجتمعت الفضائل في القرآن أفضل الكتب نزل به أفضل الملائكة جبريل على أفضل الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام على أفضل مضغة وبضعة في جسمه وهي قلبه على على أفضل أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأوسحها والساعها واللسان العربي هذه كم من أمر ها ستة أمور ثم قال الله وإنه لفي زبر الأولين يعني يقول الله جل وعلا وإن هذا القرآن لفي زبر الأولين يعني في كتب الأولين قد بشرت به وصدقته وخاصة في إخباره عن الأمم وأنبيائها حتى قام آخر الرسل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من هو آخر الرسل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل الهمزة هنا للإنكار أولم يعني أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على حجته وأنه من عند الله أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم يجدون ذكره في كتبهم التي يدرسونها ويقرؤونها والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أمته ومبعثه كما حصل من سلمان الفارسي رضي الله عنه ومن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن زيد بن سعنة رضي الله عنه وغيرهم قال الله جل وعلا وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرته ولو نزلناه على بعض الأعجمين يعني لو نزل القرآن على الصفة التي هو عليها على الذين لو نزل القرآن على الصفة التي هو عليها على رجل من الأعجمين الذين لا يفقهون لسانهم ولا يقدرون على التكلم باللغة العربية فقرأوا عليهم قراءة صحيحة ما كانوا بهم مؤمنين مع وجود عجاز القراءة من الرجل الأعجم للكلام العربي يعني القراءة من الرجل الأعجم من الكلام العربي هذه ترى من عجاز القرآن الآن سبحان الله أحيانا تقابل في الحج أو في المسل الحرام أو غيره تقابل رجل الأعجم يما يعرف ولا كلمة واحدة ويقرأ القرآن قراءة فصيحة بليغة عجيبة هذا من عجاز القرآن بل سبحان الله يوجد من العامة من لا يقرأ ولا يكتب ويقرأ في المصحف يقرأ في المصحف قراءة صحيحة وبعضهم يقرأ لكن ما يكتب يقرأ الكتب حدثني شخص من أهل العلم ثقة أن والده ونعرف والده لكن ما أعلنته المعلومة هذه إلا بعد وفاته أن والده يقرأ لكن ما يكتب وكان خطيباً في قرية من القرآن زمان أذكره يقرأ يقرأ الخطبة بس ما يكتب شيء إن كتب كتابة ما يقرأها إلا هو يقول ما يستطر يكتب لكن يقرأ فهذا سبحان الله عجيب يعني الآن الأعجمي إذا ذل الله لسانه بالقرآن هذا عجاز ويدخل في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولو نزلناه نزلنا القرآن على بعض الأعجمين على الصفة التي وعليها من الفصاحة والبلاغة نزلناه على أعجمين لا يفقهون اللسان ولا يتكلمون بالعربية فقرأه عليهم قراءة صحيحة ما كانوا به مؤمنين مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأعجمي للكلام العربي لأعجاز القرآن وقيل في الآية معنى آخر لعله أوضح من المعنى هذا المعنى ولو نزلناه القرآن على بعض الأعجمين بلغة العجم بلغة العجم فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به وقالوا ما نفقه هذا ولا نفهمه ومثل قوله تعالى ولو جعلناه قرآن أعجمي اللي قالوا لولا فصلت آياته لكن تكذيبهم له ما حفو عناد وكفر وأمر قد توارثته الأمم المكذبة قال الله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين يعني أدخلنا التكذيب والكفر والجحود في قلوب أهل الإجرام أدخلنا التكذيب والجحود والكفر في قلوب أهل الإجرام وقيل المعنى أدخلنا معاني القرآن وفهم القرآن وإدراك في قلوب المجرمين ولكن ذلك ما زادهم إلا عناداً وكفراً به كما قال تعالى ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال لن يكون هذا إلا سحر مبين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم على تكذيبهم وهذا تهديد بعذاب سيحل بهم وحث على المبادرة بالإيمان قبل أن يحل العذاب وهذا العذاب في الدنيا لمن قتلوا وأسروا منهم يوم بدر وهو واقع يوم القيامة لمن هلكوا قبل نزول العذاب بهم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون والله أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلي والصحبه والجمعين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداغ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر